أمنى على فرض عقوبات على السودان خالص ومبارح المتحدث الرسمي السفير أحمد أبو زيد طلع بيان وقال لك ما حصلش ناس أكاذيب يا جماعة ما تمشوش وراء الأكاذيب انتوا عارفين في ناس ومنهم قطر ومنهم عصابة الإخوان الإرهابيين وممكن ناس جوء عندكم كمان البعض عندكم مش كلهم يعني شعب السودان شعب طيب وشقيق ليهم مصلحة ان يعملوا وقيعة بين مصر والسودان فخلوا بالكم من هذه الوقيعة أرجو الإعلام السوداني لا يجري وراء هذه المحاولات وتدشين هاشتاجات وعملوا ده مش في مصلحة حد ما تجروش وراء كاذيب يعني أولي سألوا ما تعملوش زي بتقول الإخوان الإرهابيين انتوا بتجرو وراهم يعني وبتجرو وراء الناس اللي بيدشينوا هاشتاجات ويعملوا وقيعة بين البلدين ليه فبالراحة على نفسكم وزير الخارجية السادس سامح شكر جايهم الخميس رايح السودان إن شاء الله وهيبحث مع عزيز الخارجية السوداني مع كبار المسؤولين كل هذه الأمور وعلى فكرة هيتم بحث كلها ويتم وضع مساق شرف صحفي وإعلامي بين البلدين لأنه كمان منفعش إنه إنه أي حاجة نبدأ نشتغل إعلام ونقعد نحارب بعض بالإعلام لازم وفيه مكاشفة ومصارحة بين البلدين فيه أزمة تتحل بين البلدين فيه مشكلة تتحل بين البلدين ولكن انت هتقعد بقى تشتغل إعلام وإحنا نشتغل إعلام ونقعد نحارب بعض بالإعلام وأنا بقول لكم هناك من له مصالح كثيرة جدا لإقاع حرب مش عايز أقول لكم حرب بين البلدين مش مجرد يعني حرب إعلامية لا حرب بجد فيه ناس مصرحتها كده مصر والسدان بلدين العلاقات التاريخية مش عايزين نتكلم عليها إحنا وإنتو عندنا أربعة خمسة مليون سوداني موجودين هنا ويعني موجودين هنا مصريين على دماغنا ما عندناش أي مشكلة معهم وليس في مصرحة السودان أبداً يبقى فيه أزمة مع مصر أنا بقول ليس أبداً فيه مصرحته وفيه أزمة وإحنا أصلاً كمان لا عايزين يبقى فيه أزمة ولا فيه أي شيء على الإطلاق فأنا هنا بناشد الإعلام السوداني بصوا لقدام ما تبصوش لمصالح حد تاني ما حدش ينفعكم خالص أوه تفتكروا يعني لا قطرين ينفعوكم ولا دول تانية ما حدش وانا بقول لكم البلد اللي وقفت معاكم طول عمرها مصر على فكرة مصر مش هي السبب أنه السودان بقى شمال وجنوب لا خالص يعني مش إحنا مناش علاقة بالموضوع ده شوفوا من السبب من عندكم مش من عندنا على فكرة موضوع التقسيم ده ولكن مصرحتنا احنا مع بعض منذوب مصر دائماً يدافع عن مصالح الشعب السوداني الشقيق ويدافع عن القضايا القومية القضايا العربية عمره مصر في يوم الأيام خدت موقف ضد السودان وأتذكر سنة 95 في محاولة اغتال رئيس الأسبق حسن مبارك كان كل الإرهابين خرجوا من السودان وراحوا وعملوا العملية في إسيوبيا ورجوا على السودان والمعسكرات كانت في السودان وطلبوا في ذلك الوقت الرئيس مبارك يضرب السودان قال لهم لا ما ضربش السودان عسكرياً أردنا على المحاولة لاغتيال أبداً احنا ناخد إجراءات أخرى ولكن أضرب السودان لا يمكن إزاي أضرب دولة عربية الشقيقة ورفض في ذلك الوقت يحصل هذا فلو سمحته من فضلكه دي مصر في الآخر وأنا بقول له مصر العظيمة بنحافظ عليها فإحنا يعني نبطل نجر وراء الدوائر والفئات بعينها وإعلام معين إعلام معادي عايز يعمل وقيعة بين مصر وبين السودان ليس هناك أي مصلحة لأي طرف أبداً يبقى فيه أزمة بين مصر والسودان وكفاية التوترات الموجودة بين بعض الدول مش نقصين كمان يبقى فيه تواتر بين مصر وبين السودان وابعده أي قضايا تتحل السنائي ما يتحل السنائي يتحل رباعي يتحل لكن فيه قضايا طول الحياة عارفينها يعني قضايا لو بتتكلم على حلايبوش هلاتين لا ده موضوع معروف حلايبوش هلاتين فين شوف خط عرض اللي عندك 22 موجود فين وبعدين دور حلايبوش وهكذا يعني إيه كتب المطلعة وكتب التاريخ اللي البعض بيجري عليه وقولك لا ده أصلا لا دوروا على التاريخ على الخطوط الأصلية والترسيم الأصلي والحدود التاريخية للدول هو ده الموضوع يعني لما تيجي تتكلم عليه اتكلم على ده لو سمحت فدي احنا بنتكلم على أرضنا ومنحبش نتكلم في الموضوع ده كتير لأنه ده أرضنا كلنا بندفع عنها كلنا كشعب بدافع عن كل شبر من أرضه لا يمكن في لحظة ملحظات حد يفرط في أي حبة رمل مش شبر حبة رمل من أرضه فأرجوكو لأن احنا كل بنتابعوا دلوقتي بنشوف أنه البعض بيجري وراء كذيب حتى بعض بيطلعوا حاجات منسوبة لبعض الإعلام السوداني بيأسبوا بعد كده النام الصحيحة أو للإعلام المصر النام الصحيحة في فبراكة بتحصل بهدف إحداث وقيعة بين مصر وبين السودان فانتظروا نتائج المباحثات اللي هيجريها السيد سامح شكري يوم الخميس في السودان خميس الجمعة تقريبا وبالتالي النتائج ديت هيتم بحث كل هذه الأمور والعلاقات والإطار الطبيعي اللي بين البلدين لأنه طالما فيه علاقات بين البلدين يبقى فيه تحرك لحل أي أزمة بعيدا عن الإعلام وما يبقاش الإعلام هو اللي يعمل هذه الأمور والهاشتاجات اللي طالع على السفير المصري وكذا وكذا يعني بلاش الكلام ده ده كلام صغير اللي بيعملوه صغيرين للغاية في الآخر دي مصر تاني هذه هي مصر شاء من شاء وأبى من أبى مصر العظيمة الكبيرة القوية بتحمي وتدفع الأشقاءها بالكامل توقف مع أشقاءها ومصر لا تأخذ أي موقف عدائي من أي دولة حتى الناس اللي بيسؤلنا تماما بما فيهم حتى تميم المختل عقليا لهاشتاج اللي احنا شغالين معه وشغالين معه حضراتكو على هذا الهاشتاج اشتغلوا على هذا الهاشتاج النهاردة كان فيه انفجار فيه خط الغاز